الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فقال آمين هو كيطلع في الدرجة في المنبر وكان في سنة كان فيه ثلاثة درجات كما هو معلوم يكي عن السيطة فصعد إلى الدرج الأول فقال آمين ثم الثاني فقال آمين ثالث قال آمين فلما نزل صلى الله عليه وسلم سأسئل عن ذلك وما لماذا عن ذلك أن تقل في الأول آمين 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 فسئل صلى الله عليه وسلم لماذا قال آمين فقال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين رغم أنف امرئ أي خاب وخسر هذا هو الخسر المبين الحقيقي وحد يدرك رمضان فيخرج رمضان ولا يغفر له إن رمضان فرصة حاذر نصر صاموا معانا رمضان لذاس فلكن أين هم اليوم ومن أدرانا أن نحن اللي جالسين هنا من أدرانا أن الواحد فينا غضيب الله تعالى رمضان فالعمار بيد الله سبحانه وتعالى فاليدرق نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغ نهد الشهر الكريم رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له يعني ادخل عليه رمضان ومع ذلك لم يغفر له ذنبه ولم تقل عثراته ولم يغفر زلاله رغم أنفوه